على أي حال انسحب فاتح أربكان وأسس هو وأصدقائه وأيضا أتباعه داخل حزب سعادات حزب الرفاه الجديد يعني رفاه طيب لفت للنظر أيضا بأن حزب الرفاه الجديد وفاتح أربكان وضع شروطا أمام أردوغان من أجل الانضمام لهذا التحالف تحالف الجمهور المنضوي تحته حزب العدلة والتنمية حزب الحركة القومية الدعم وبقوة لرئيس أردوغان في هذه الانتخابات هذه الشروط تتمثل أولها في ضرورة إغلاق كل الجمعيات الداعمة للشواز ضرورة دعم الزراعة والمزارعين ضرورة تغيير بعض من قوانين الأسرة التركية التي لا تتفق مع المبادئ الإسلامية هذه النداءات كانت قوية من داخل حزب الرفاه الجديد أيضا ضرورة أن تكون هناك مواد داخل العملية الدراسية تحض على الأخلاق وعلى اتباع القيم الإسلامية أيضا طالبوا بحصة رأها بعض المتابعين بأنها كبيرة داخل البرلمان خاصة وأن استطلعات رأي تظهر بأنهم سيحصلون على 1% لكن فيها النهاية حدث اختلاف وخرج فاتح أربكان ليشير إلى أنه سيترشح فيها الانتخابات الرئاسية ضد أردوغان وسينافسه وأن حزبه سينزل بشكل مستقل ولن يدخل في أي تحالفات انتخابية وبالفعل قام بجمع التوقيعات ووصل في غدون أيام قليلة لجمع 50 ألف توقيع من أجل ترشيح فاتح أربكان في هذه الانتخابات يعني التساوى حتى مع عدد الموقعين لمحرم إنجا مرشح حزب البلد التركي واحد أيضا من الوجوه الشهيرة لكن في النهاية فاتح أربكان يعود للصواب ويقرر دعم أردوغان كما رأى كثيرون هذا الأمر رأوه بهذا الشكل بأنه عودة لطريق الحق المفاجأة هنا بأنهم يتحدثون عن أن أردوغان وعد فاتح أربكان بإحداث تغييرات جزرية داخل الدولة التركية نحو مزيد من الاتجاه ناحية الهوية الإسلامية فيما تعلق بقوالين الدولة التركية وهو أمر رأى فيه كثيرون نوعا كبيرا من الإعجاب والإشهادة ونوع من الآمال التي تلوح الآن في الأفق بأن تصبح بالفعل تركيا دولة تسير على مبادئ الإسلام وفقا لرؤية كثيرين لذلك فاتح أربكان الآن يؤلن عن أنه سيدعم أردوغان بكل قوة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في 14 من شهر مايو المقبل ويشير إلى أنه يتمنى التوفيق لأردوغان ويقول بأنه سيحدث لقاء بين فاتح أربكان وأردوغان مرة أخرى أيضا يوم الثلاثاء أو الأربع المقبل داخل مقر حزب الرفاه الجديد إذن تقدير من قبل أردوغان لنجل أربكان وأيضا اعتزاز ومحبة من قبل نجل أربكان لصالح أردوغان أعتقد بأن هذا العمر